هاي كيف كنت؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله اليوم جاي بقراءة اعطفية لبرج الجوزة رح كيفية عن مشاعر الحبيب نوية وكيف مقؤول كل مرة رح حكي كذلك عن مشاعرك انت وانا ويك رح اعملها بالطريقة المراية كذلك رح احكي عن العزة لناس اللي عم تنتظر قدوم شخص جديد رح نتشوف بالتاروت شو رح يطلع لكون يا برج الجوزة كذلك يعني وكيف معودت ان هذه القراءة تقدل ان تكون عكسية وكذلك ممكن تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع شوف اي قراءة تنطبق عليك ويعني اقرأ له اسمع له كذلك يعني ما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكريب قناتي برج الجوزة شهر نظام بس ما عم تشوف في نتيجة ما عم تشوف في مردود في نوع من الخسارة والصدمة التي تعرضت له يا برج الجوزة عم شوف في صدمة تعرضت له وعم شوف انه في نوع من العمل والكد بنسبة كبيرة بس ما في تحصيل بس ان شاء الله رح تنعدل الامور لصالحك يا برج الجوزة يعني فترة ورح تعدي عم شوف كذلك على انه الحبيب يمر بنقلة نوعية بس ممكن ما تكون جيدة بالنسبة له بس هالنقلة الغير جيدة رح تحمله الى شيء جيد عم شوف انه عم شوف انه كذلك هو تعرض لخسارة تعرض لشيء ما حبه بس هذا الوضع اللي يمر فيه حاليا الحبيب عم شوفه رح يجعله شخص اخر يجعله شخص رحاني اكثر يتعلم من هذا الدرس الكتير ورح يقدر النعم اللي هو فيه حاليا عم شوفك حاليا يا برج الجوزة ممكن مهتم بالامور العائلية اكثر ممكن هات الشخص شاغل بالك بنسبة كبيرة كأنه بتحس حالك تحطمت احلامك كنت عم تحلم باشيء كثيرة معه يا برج الجوزة بس عم شوك انه تبددت الامور وعم شوف فيه نوع من من الصدمة انت متعرض له يا برج الجوزة ما بعرف شو فيه بس فيه نوع من الصدمة متعرض له فيه شيء صدمك فيه شيء غير تفكيرك فيه شيء فتح عيونك اكثر للواقع كأنه كنت عم تعيش احلام كنت عم تعيش اشيء من واقعية وفتحت عيونك للواقع حاليا اوكي كذلك عم شوف عم شوف الشريك عم يتذكر اللحظات الجميلة معك فيه نوع من الاشتياق فيه نوع من ال فيه نوع من التذكر للحظات بينك وبينه فيه نوع من الاشتياق الكبير بالنسبة له بس شو فيه شو فيه كذلك هو بمر من نقلة نوعية غير جيدة ممكن تهو كذلك يتعرض لصدمة هذا الانسان عم شوف حاليا انت عم تفكر بشيء من ال واخد وقت عم تفكر بكتير من العشياء يعني واخد وقت لنفسك ممكن حاليا عم تمر بمرحلة ليست بالجيدة يعني عم تحدد اولوياتك وعم تفكر شو الخطوة اللي بعدها اوكي الخطوة الجاية بس عم شوفك على انو عم تشوف انت هذا الانسان كذلك مبتعد ومش عاطيك وقت ممكن مهتم باشيء اخرى من غير الاهتمافيك ممكن حتى الموضوع العملي هو اللي شاغله بهذا الوقت لانو عم شوفه وعم تشوفه انت بعيونك يعني شخص مادية حلوة عم يشتغل على موضوع المادة وشخص عنده خبرة جيدة بالموضوع المالي والمادة كذلك هو عم يشوفك شخص جميل انسان طيب فيك نوع من من نوع من الحسسين الكتير زائدة بيشوفك شخص نوعا ما حساس كذلك بهذه الفترة عم يشوفك شخص مبتعد عم يشوفك مبتعد علي بالفترة الحالية بس عم عم شوفك انو الوضاع راح تتغير لصالحك لانو عم تمروا باتنينيتكن بشيء من التغيير اوكي عم شوفك كذلك على انو عم يشوفك شخص عندك طاقة وعندك باور وعم تبحث عن حالك تبحث عن بالرغم من انو كتير اشياء ممكن ما تكون بصالحك يا برج الجوزي عم يشوفك على انو بطل جد الطاقة وتتفائل بالغد الجميل اوكي ويعني هادي صفة جميلة جدا بالجوزي شخص مرغم من كل الاشياء او كل العتارات اللي بحييته بتكون شخص بيتفائل بالخير وبينظر بشكل ايجابي للاشياء كذلك انا عم شوف انو في حب اوي بتحبوا لها الانسان في نوع من الحب ممكن حتى انت عم تنتظر هذا الشخص اذا كان مبتعد انا ما عم شوف في خصام بس عم شوف في نوع من الابتعاد كأنو انت تعددت لشيء يعني خليك انو تبتعد عن الشريك وكذلك عم شوف في الشريك الاخر في شيء او في سبب خلى هالانسان يبتعد عنك لفترة ممكن ما يكون خصام بس في نوع من البعد اه يعني ليعمل اشيك كتير بحقيقته اوك عم شوف في انتظار لالك والاهتمام بالمجال العملي بالرغم من المجال العملي ما عم شوفه يعطي نتائج جيدة لالك يا برج القوس يا برج الجوزي سامحوني اه كذلك الشريك الاخر اه عندوني لانو يرجع لالك بس عم شوفه اذا كانتوا مبتعدين عن بعض ممكن ترجعوا بس ترجعوا اه من بعد ما يحكي كلام قاسي عليك يحكي يجرحك شوي لانو عم شوفه متألم وام وكأنو بدو يعاطبك بدو يعاطبك بس بقص بنوع من القسوة عم شوف كذلك من الاوضاع المستقبلية كيف راح تكون عم شوف في نجاح ان شاء الله من بعد خسارة راح تتعرض لالا او انت تمر بهذه الخسارة بتحس حالك في نوع حتى لو ما كانت خسارة ماتية او انت بتحس حالك بهذا الوقت في نوع من الخسران اه كيف ما كان يعني عم تحسوا بس عم شوف في نجاح لانو عيدة كانت نجاح العملي عم شوف في نجاح عملي وحتى نجاح ممكن بمجال الحب ان شاء الله راح يكون خير لالكنية برج الجوزي الطاقات اللي عم تطلع عندي هي برج العقراب اه برج العذراء اه كذلك برج الحوت عم يطلع بس في ابراج المائية في الابرج الترابية اه والنارية كذلك اه الهوائي بس الطاقات الغاء يعني الكتيري او بهذه القراءة هي الابرج المائية اه والترابية اكثر في نسبة كبيرة لهذه الطاقات لهذه الطاقات اما عن الناس العذاب الناس اللي اه ممكن ينتظروا شخص وما عم نشوف بهذه اللحظة نشوف كأنه كنت عم تحب شخص وهو حاليا مبتعد عنك بتفكر انه تبعط له مسج بتفكر انه تحكم معه اه لانه بس في نوع منها كسرة قلب تبنعك يا برج الجوزي كسر قلبك وراح اه وتركك بهذه الفترة اه بالرغم من انه بتنتظر اه شخص وانت حاليا عازب عم تنتظر قدوم شخص جديد اه بس انت عم تفكر اكثر اه بشخص من الماضي اه في نوع من التفكير بشخص من الماضي المصيحة لائلك عم نشوف انه في قدوم اشياء جميلة لائلك يا عازب يعزب برج الجوزي عم شوف في تحقيق لاحلية كنتو عم تنتظروها اه بس ان شاء الله رح تكون عن قريب اه اشياء جميلة ممكن تكون بالمجال العملي وحتى بالمجال الحب انا عم شوف في نوع من العطاء في كتير امنيت تمنيتها يا برج الجوزي خاصة للعزب اه بس عم شوفها رح تتحقق حتى الناس اللي كامر تبطين او حاليا منفصلين من فصل اه عم شوفهم كذلك رح يمروا من من ازمة حاليا عم يمروا فيها رح تنتهي ورح تبدأ اشياء جميلة ان شاء الله غالبا عم يطلع لهون اه ورق الاطفال ممكن يكون اه في اطفال بينك وبين هذا الشريك ممكن هذا هو مجال الخلاف بينك وبينهم الناس المتزوجين اه وكذلك عم يطلعون هون انه في موضوع صحي شاغل بالكم ممكن هذا هو المشكل اه في موضوع صحي اه كذلك بقلك انه اه ان الحب او طاقة الحب اه رح رح تشفيك من اي شيء اه اه تريده اه لا تقلق اه فقط شعر بهذا الحب اللي يشفيك اوكي اه مش مش يعني هاد القراءة مش مجرد انه حب شخص او حب ممكن تحب حالك ممكن تحب امك ممكن هذا الطاقة الحب الجميل حب الاطفال كذلك تشافي من كل من كل الاشياء السلبية لانه طاقة الحب طاقة جميلة اه ممكن تستغلوها لا تتشافوا من كتير اشياء ما تفكروا بالاشياء السلبية ادي نصيحة لالكن ولا كل الابراج انه ما تفكروا بشيء من السلبية فكروا بالاجابة لكي تتغير حياتكن للاجابة اه طاقة سلبية ما بتجيب الا سلبة وما بتجيب إلا إلا أشياء سلبية بالحياة لهايك حاولوا أنه برغم من أن الأشياء ممكن تكون مظلمة بحياتك تشوف النور من بين هذه الظلمة بالحياة تشوف النور وإن شاء الله ما يكون إلا النور بتمنى لكم كل الخير يا برج روزاء وبتمنى لكم شهر مبارك هذا الشهر يكون شهر خيرات عليكم شكرا